اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة في الصدارة واتحاليا واتحاليا اشتركوا في القناة واتحاليا البقناة اشتركوا في القناة واتحاليا 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 اشتركوا في القناة واتحاليا اشتركوا في القناة واتحاليا واتحاليا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واتحاليا اتحاليا على شيعار أشتركوا في القناة كيدا اتحاليا اrios اتحاليا اكيدوا في القناة اشتركوا في القناة Save ريال مدريد، لديت المزيعة والمصور، فقال لحنا نعمل معك اللقاء قلت لهم بس أنا مش بيرفكت يعني حوار مش يعني إنجليش مش تك تك على طول كده قلت لها بشوف الأسئلة هاي، راه كده فقرتها، جاوب فقلت لها خلاص احنا عايزين ده رحنا رايحين في الملعب، وعملنا اللقاء ده وخلصنا وبعدها على طول، حتى في فيديو لو الزملاء يعني قدروا يجبوه الفيديو هو أصلا وجاي مش معايا ومش معايا، هو عينه على التمثال لا والله، اه والله أنا، والفيديو موجود، ممكن هات الفيديو يا شباب لو معاكم، معاكم الفيديو؟ اه اه، أنا حتى وانا قاعد، هما ايه خلاص بدأوا بيجهزوا بقى خلاص فواحد قال لي انت خليك معايا، يعني من الساعة تخليه عادة اسمو كارلوس، قال لي خليك معايا، انت خليك معايا على طول ما لك شدعوا بحدي، ما لك شدعوا بحدي، انت خليك معايا، انا هنا بتاعك، قلت له ماشي، فالمم قاعد، واقف كده، فقالوا ايه خلاص بيتجهزوا كل حاجة، والكاميرات بتاعتهم، والقناة بتاعتهم، والدنيا كلها وبعدين بتجهزوا كده في حتة، قال رونالد هيجي، فقال لي هو هيجي لك دوقتي خليك فالمم ايه، هو رونالدو جاي فالناس بتفسح، فأنا بفسح زيهم يعني، اه لا لا انت قف خليش انت انت اللي تقف، انت قف، فرايح لو سأليه لا لا ارجع، خليك، خليك، انتقف فعلا جاء سلم علي، هو بيسلم تقريبا مش معايا يعني، هو عينه يعني هو بيسلم كده حتى الفيديو موجود لو ما يتزع دلوقتي عمال بيبص على التمثال، وعدين راحة للراجل الدولي فأنا بتدوله قاعد بقى موهوم بيه، مال يجيبه اي يمين وشمال وحاجات كده وعدين وقفت اديته له، واديت له مجالة الاهرام الرياضي، كنت شغل ساعات في الاهرام الرياضي، مازلت، مازلت، هو اللي ساب الريال مش انا فضلت معاه في الموقف ده، وفضلني قاعدين نتكلم، وبعدين قال لي ايه؟ قال له طبعا انا بحبك جدا انت نجب كبير، احنا ده بنسبالي حلم، عاد تكلم معاه فكده هو رجل ودود، يعني في الاول فاخر انت واحد من ملايين المشجعين او المحبين لي، فقال لي في الاخر قلت له انا عايز بس منك يعني اقصر وقت ممكن لنعمل الحوار، قال لي خلاص بما سبع دايق، بس بعد خمسين ديئة، هخلص التمرين قل له يا سلام، ما فاشغ الصورة مع الناس والنبي والله اعاز اقول له حركة ان انا اعادت الراجل ده اللي هو كارزة وفضل معايا، خلاص اوكي بفضولت واقف، فقال لي هو رجل من نفسه، وتخاله همه في الليل ونهار في الرياض مدين، قال لي انت معزوز قال لي انت انا عاد في ارض الملعب جوه اللي هو الملعب بتاعه، او هم يتضربوا قدامي بقى بنزيمة وجارس بيل وكان كارلو انشلوت اللي موجود الناس كلها موجودة قال لي انت محظوظ، ده محدش بيخش هنا اصلا، فقال لي خش جوه خش براحتك، فوالله يبقى تخش وعطى صور حتى بمبيلي براحته تماما يعني، هما طبعا يقول لي انت ملكش دعو بحاجة، احنا بنصور وحنا بنعمل كل حاجة، ملكش دعو بأي حاجة خلص اه احنا نديلك حتى هما يقول لي طبح نكتب خبر دوقتي هل قلتو للا ما تكتبوش، انا ليه عشان كان حصل لي موقف كده قبل كده كنت عملت حوار مع استيفان وقا حد السحف يا انا وقت السحف قالت يعني انا كتبت فهم عمل حوار منك حدت كده من الظريفة يعني ولونه من الناس يعني زملاء بس خلاص راحت لها فانا قلت لا مش قلتو للا ما تكتبوش، كانت ساعتها لجزيتة كانت كتبت على على موضوع استفان شعراوي لما رحت قابلته في الميلاد كان قابلها بسنة فقلتو للا ما تكتبوش فقالولي اوكي خلاص احنا ننفذ لك امر ليه قلتو لما اعمل سوربرايز في ماظره طاعة راحوا فقالا الدون المتالية اه الدون المادة اعطوها لي على الاميل وحتى قولي لي الساعة ثلاثة هتكون عندك فقالا ثلاثة كانت عندي بمتال امانة يعني الفيديو اللي انا جيبته ده والصور بتاعتهم وكل حاجة هم قولوا لي ملكش نتواب حاجة هنعمل لك كل حاجة بس سورينا الاسئلة فشافوا الاسئلة طبعا في مركز اعلامي بحاله قاعد يشتغل على الاسئلة دي يعني قاعد يجهزوله يعني مثلا مصر قاعد هو مؤسسة الناس كل قاعدة شغالوا في مصر فيها كذا وفيه منو الجزيه كان بيدرب ده برتغالي زيك وفيه هناك وفيه هناك وفيه هناك والأهرامات دي بلد الأهرامات وبلد النيل وبلد الحضارة والله قاعد يكتب له كل حاجة كل حاجة كتبت له وتفضل يا عم بعد ما خلصت كل حاجة وتفضل العربية تديك لحد الفندق كمان فعلا طبعا فهو مؤسسة انا حسست يعني مثلا ما قاعد معك سبع دايب الزبط اه يعني يكاد يكون اقل والله وهو على طول اللي هو عملية تك تك ت يعني هما كل حاجة محسوبة وهو أصلا هما يعني ايه مش اقول لك ضد الحوارات بس الحوارات دي هو هو الدهني ليه لأنه هو راجل قال لي هو شوف ان يعملش حوار بس انت محظوظ لأنه هو هو لما شاف التمثال هو أتواهم اوكي انا معاه خلص هو عايز ايه وراجل قال لي انت طلبتك ايه؟ قطول الحوار بس مش اقال لي خلص حاجة تانية قطول لا مش اقل بس فرحت عملك نزلت الحوار في الأهرام الرياضي في الأهرام الرياضي ساعتها ومازال لي صدق بصراحة يعني حاجة عظيمة بصراحة يعني أنا استعذرت ده مبارح لما شفت ده ما كانش تقديم رونالدو أو تقديم لعب ده كان افتتاح كاس عالم يا جماعة حاجة مبارح كده جميلة جدا حاجة جنون يعني ده ده جنون طبعا الأرقام بقى الحركة عارفها والناس عارفاها لتخطط الملايين واللي واللي والكلام ده كله ده افتتاح ده افتتاح كاس عالم ما كانش تقديم لعب يعني فالموضوع يعني في فيديو مبارح غريب جداً كان فيه ماتش الأرسنال ونيوكاسر لونيتد في الدور الإنجليزي ودي ماتش بالنسبة للأرسنال مهم جداً على الصدارة ومع ذلك والناس قاعدت تفرج على فيديو تقديم رونالدو سببين الماتش ويمكن بين نشطين عن عشان بس لما تكون ذاكرها كان الناس قاعدت تفرج على تقديم رونالدو في الأرض كل الناس قاعدت تفرج على أول تدريب للرونالدو أول لجون للرونالدو أول ماتش خلاص هو بكرة النصر والطائف بس بكرة هو مش هيلعب أول ماتش طيب أحمد برضو بما أننا بنتكلم عن رونالدو وهذا مؤسسة زي ما الأستاذ محسن قال وقال كيفية عمل الحوار مع رونالدو وإزاي عمله في خلال سنة بحالها والشرح اللي شرحوا ده كله إن احنا نشوف نجم كبير وعظيم وله محبينه في العالم كله أنا معرفش الأرقام اللي أنا سامحة من المبارح للنهاردة دي حقيقية ولا لا يعني فيها بعض المبالغات يعني في حاجات رصدها بس يعني هيكون صعبة زي مثلا عدد المشاهدات ما بيرصدش لا عدد المشاهدات صعبة ما بيرصدش حالا يعني يعني ما بيرصدش حالا لأنه حتى تقارير البس الفضاء ما بتزطرش على ساعتين في الوقت ده ولكن المؤكد يعني أرقام المتابعات زادت بالملايين بعشرات الملايين على حسابات النصر على الإنستجرام على الإنستجرام وعلى تويتر وعلى فيسبوك وعلى كل حاجة من المؤكد أنه تم ملايين إيه ده 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 عشرة 30 أو 200 دعا من المؤكد أنه تكتب مبارح أكتر من أربعة مليون تويتر عن رونالد وكلمة النصر الكلمتين دول تم استخدامهم حوالي أربعة مليون مرة على تويتر وده كان رقم قياسي في الاستخدام تخطى كل حاجة في كاس العالم تخطى حتى الماتشنهاي في كاس العالم ما بين متهكم وما بين مش عارف يعني أفرقول كده ده كان أكتر حدث رياضي تم التغريد عليه في تويتر خلال وقت الساعتين أو الثلاث ساعات رقم كان قياسي ولكن بقية الأرقام فيها بعض الأشياء اللي فيها شوية لسه محدش يقدر يرصد ولكن المؤكد أنه ده أعظم تقديم اللعب في التاريخ يعني ده نحن نتكلم من مؤكد أنه ده أعظم تقديم اللعب والمالك هو شكله كان فرحار أو مبسوط يعني أنا حاسس جواه هو جواه هو جواه حاسس بالتأدير بس هو بالجواه مش قادر ينسى هو يعني هي نقطة أن رونالدو مش قادر ينسى هو كان في إيه وبقى في إيه يعني طبعا كل التأدير طبعا لا لا تتكلم على ناحية الفنية ولكن هو كان يعني دخل رهان من الرهانات اللي هو بيدخولها دايما الرزق بتاع كاس العالم ده وكنا تكلمنا عنه كذا مرة في الحلقات الرزق بتاع كاس العالم كان رزق قوي رزق قوي اتخزل فيه فهو رونالدو يتعودش أنه يدخل دايما وظهره كده فاضي فالمرة ده يتخزل ولكن إذا صحة الأنبال اللي بتتكلم على البند بتاع نيو كاسل ده يبقى هو العباء لعبة معلم بصراحة يعني إذا صحة الأنبال اللي بتتكلم مدرب نيو كاسل نفى للأسف لا نفى حاليا هو نفى حاليا للوجود ده بس هو مدرب نيو كاسل ما عندوش خلفه عن العقد لسه العقد بتاع النصر ده لسه ما فيش أمش لأنه كمان لأنه ده مملوك لساندولي ساسماري السعودي هو المولي الصفقة ملألف لليا بدون أي مواربات ولكن برضو إحنا بنتكلم ونتناقش في هذا الأمر لأنه أمر مهم جدا وإحنا بنتفرج على هذه العظمة في تقديم واحد من العظماء كيف أثر يا أستاذ محسن وجود رونالدو يعني الأرقام سمعنا كتير سمعنا 250 مليار كيف سيؤثر لا أنا هتكلم في حاجة عشان ده مهمة 250 مليون يورو أنا سمعت كده وسمعت 500 وسمعت 670 العقد المادي يعني 22 يعني هو 22 75 يعني أبقى من الاتنين دولي يعني الرقمين اللي طالعوا يعني المركبين فيه رقم متماسك كده المركب بتقول 200 من حوالي شهر ونص 200 على عيه 200 في السنة 22 مليون يورو سنوية نوسم واحد نوسم الواحد والرقم التاني اللي طالع من شبكة CBs الأمريكية اللي هو 75 مليون يورو دول الرقمين المتماسكين وفي الرقمين هو أغلى واحد بتقدي في العالم يعني هو أغلى. الـ 75 ده ما حدش بتقضى. الـ 75 ما حدش بتقضى فيه ببالك بالـ 200. ما حدش بتقضى 75 أصلاً. بس هو لأنه فيه بنود تانية. يعني فيه بنود تانية لسه هيتكشف كمان عشر سنين ولا حاجة. ولكن برضو من الكلام اللي بيتقال وإحنا بنقرأه من ساعة وجود رونالدو في المملكة. إنه كل تشيرتات اللي نزلت لرونالدو تباعت. دي حاجة ما شوفناهاش ساعتين. ولكن من ضمن الحاجات اللي احنا شوفناها. المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. إنه اللي استاد على آخره مليان. طبعاً. وإن التذكرة تباعت بعشرة ريال أو خمستاشر ريال. وكل التذاكر وكان فيه ويتنج قد اللي موجودين مرتين أو ثلاث مرات كمانا. ده أصلاً التشيرتات بالمناسبة نفزت هو دوقتي بقت بالحجزة خلاص يعني. ما دخلوا ده كده في قصة الحجز يعني دوقتي عايز تشيرت رونالدو بالنصر مش موجود فأنت بتحجز عشان يجيبه لك. طبعاً الموضوع يعني الموضوع جنون يعني شفت مبارع كان جنون شخص يملك كل هذه الكاريزمة يعني لأ ده رونالدو بصراحة يعني في حتة تانية يعني طبعاً. أنا مع اعتراف اني ميسي أحرف منه وموهوب عنه بكتير جداً لكن القيمة التشكوية بتاعة رونالدو عالية هو هو كاريزميته كده يعني هو حتى تليه قريب من الناس. لا بص انستاذ عامل ازاي بص انستاذ مليان ازاي. طبعاً طبعاً. ملعب ملع مرسول بارك. ملعب ملع مرسول بارك. ملعب الزبط ولو مئة ألف كانت ملع. يعني لا هو هو كمان عاطفي مع الناس يعني قريب من الناس شوية. يعني فيه لقطة شهيرة جداً في كاس العالم احدى مبارات البرتغال لما كان قاعد دكة. شفت اول ما الناس. ملحولوا عليه. لا ده عامل حالي إطار كل المصورين راحوا. لان هو ده دي الدجاجة التي طبي تذهباً بصراحة بكل امانة يعني. الزهب لا يصدق فعلاً رونالدو كده. وهيفضل كده على طول انه تريد مارك يعني علامة كده. زي مجموعات مش عارف اللي هو الفنادق بتاعة سيئر سيفل الملابس سيئر خلاص. هو الموضوع بالنسبة له. هو مؤسسة فعلاً مؤسسة استثمارية ضخمة جداً. مضمون فيها النجاح. مش عايزة كلام يعني. سبحان الله انا شايف ان هو مش هيفيد النصر اصلاً فنياً يعني. مش قوي يعني. لا لا فنياً هو الموضوع مش رائع. لا 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 فنياً هو الموضوع مش رائع. هي كلها تأثير رهيب على كورة القدم. تعال اقول لحركة السكمال الكلمة السامت. الجارديان الإنجليزية. قالت دي البداية ولا ست النهاية. دي اللي يعني الموضوع بالنسبة له. اللي أنا سامقه مثلاً ما بيتكلمه مع راموس. مع راموس ومودريتش. مع مودريتش. مع هزار. كله كانت. كل دول جايق وهيجوا. ما خلاص انت جبت ده. لا بس يعني أوكي. كلها اسماء عظيمة وكل حاجة. بس ده الأعظم. بس ده. دموري الهلال عايز ميسي. وبيمش بتهريج عايزين ميسي. هما بيشوفوا العقدات واللي جاي. هو اللي جاي أسيا. المنطقة العربية بالنسبة لنا. أو القصة مع الرياضة. بدأت من نجاح مونديال قطر. من شهر ولا حاجة. واستكمالاً. اللي بتعمله السعودية ده. استكمال المنطقة. خلاص هو بقت. القوة النعمة في العالم. هي الرياضة وكرتقلم. اه الرياضة وكرتقلم تحديداً. الناس كلها الغرب. واخد فكرة سيئة عن المنطقة العربية. بسبب الإعلام. وبسبب الأفلام هوليود. اللي بتطلعنا إرهابيين ومتخلفين. وناس بتركب جمال. لكن احنا مش كده خالص. وناس جاهلة. لكن احنا الحمد لله مش كده خالص. احنا ناس محترمين جداً. المنطقة العربية الناس شافوا ده. في قطر. ورونالدو راح عشان يوري الناس ده. إشاءة مقابة. لكن هو مش ده ساسوب. لكن الناس هتشوفوا المنطقة دي. فمنطقة فيها اريحة. يا كفي احمد الأرقام اللي انت عملت قولها من الصبح دي. ان هي أرقام كبيرة جداً. اندلت فتدل على عظمة هذه الصفقة. لأنه هناك بعض من حاولت تشكيك في هذه الصفقة. بنظرة اعتقد ان هي نظرة قليلة. لأنه هي مش موضوع فني. زي ما السيد محسن بيقول. هو الموضوع ان انت بتتكلم عن مؤسسة كبيرة جداً. لفتت الأنظار بشكل كبير جداً. ويمكن اكبر من كاس العالم كمان. يعني هو. انا بقول ان الصفقة دي. كرة القدم العربية قبلها شيء. وبعدها شيء تاني خالص. لانه مش بس. لانه نجم كبير. واحد من أفضل لعبة في تاريخ اللعبة. لانه اللي كان يتكلم عنه. أستاذ محسن ده تقريباً. ده أزكى لاعب تسويقياً في تاريخ كرة القدم. يعني كان فين جوم تسويقياً قيمتهم عالية. نيمار. رونالدينيو. ميسي حتى. الفكرة ان رونالدو يجيد دايماً. التقاط العنوان يعني. يعني يعرف يجيد التقاط العنوان. يجيد وضع نفسه تحت الضوء. كل دي حاجات عند رونالدو. بس. 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 الفكرة كمان ان هو. يعني في الوقت ده من مسيرته. انا مقدرش طبعاً اقوله ان ده اختار مسائل. ان انا مقتنع ان رونالدو يقدر. يقدر يلعب في أوروبا سنة ونص. سنة سنة ونص كمان. ولكن. المؤكد ان هو وقع في البلد اللي تعرف ترواج له. أفضل ترويق في الوقت الحالي. لان السعودية في اقتر سعيها رؤية عشرين ثلاثين. اللي منها. واستضافة مونديال عشرين ثلاثين. بملف غالباً سلاسي ان شاء الله مشترك مع مصر اليونان. يعني لو تمت. هي بتتنافس من ملف أرجنتين أورجوي. والمغرب بورتغال إسبانيا. والبرتغال إسبانيا أوكرانيا. يعني. الاقوى على فكرة السعودية مصر اليونان. يعني. لو السعودية فعلا ترشحت رسم الملف ده. ما أعتقدش حد يقدر على الأقل يصير في الرقم اللي تقدر تصرفه المملكة. ولكن. سندول الاستثمارات السعودي بخطوة رونالدو. بيقول لأوروبا كلها. إن العصر بتاع الاستثمار الجاي. عصر مختلف تماما. وإن نيو كاسل دوت مشروع. سواء رونالدو جاء أو ما جايش. بس هيبقى المشروع الأكثر إنفاقاً في العالم. لأنه حاليا هو السندول أكثر ملاء مالية اللي يملك نادي كورا. هو متخطي بريستان جرمان بحول أربع أضعاف. متخطي مانشستر سيت بحول ثلاثة أربع أضعاف. فالصفقة دي. هم لسه ما تحركوش. لأنه لسه في شوات قيود في اللعب المال النظيف. يعني هو الصفقة الكبيرة اللي جابها أليكسندر إذاك. والصفقة التانية مثلا ما التارجت. الصفقات لسه على قد الدور الإنجليزي كده دلوقتي. ولكن لما يخلص قواعد اللعب المال النظيف. ويبدأ المركاتو الجاي فعلا يحط الملاء المالية. وده أغنى مالك في الأغنى صندوق مالك في العالم. وهو ماشي ليجال خالص. يعني هو مش عايز يتحط في قصة بباريس. ومنشستر سيتي من البداية. بباريس ومنشستر سيتي وجهوا مشاكل كتيرة جدة من 2010. فقواعد اللعب المال النظيف. اضطرت يوفى السنة دي. في إيه يا فندب؟ اللعب المال النظيف. قواعد اللعب المال النظيف. متعلم أسانة سمعت عن حاجة زي كده. واتكلمت فيها وحصل عليها قصة كده أسبوعين ثلاثة قاعد. لا لا لا. هو كل شيء مقنن. يعني فيه حاجة اسمع اللعب المال النظيف. طبعا لا. هذا شيء مقنن في أوروبا. ونادي زي برشلونة. مش عارف يجيب. غالبا مش هيجي صفحات في الشتاء. مش عارف يجي لعيب أبراتب. لعيب فري. مش عارف يجي. ان يجو مارتنيس في بلباو النهاردة. سبورت بتقول انه عايز يجي. وبرشلونة عايز يجيبه. وبالباو عايز يبيعه. وبقال له ست شهره ويخلص. بس برشلونة مش عارف يجي. مش عارف ايدي. مش عارف اي حد. مش عارف اي حد. مش عارف اي حصف وقت الشتاء. ليه لانه مهما كنت برشلونة. حضرتك ليك سعب رواتب. حضرتك ليك طريقة لعب مال النظيف. حتى تقايد بها. يضربوا في اخناق بعض اللاليجة وبرشلونة. وتفضل القاعدة موجودة. ويفضل القانون ساري. صحيح. يفضل اللاليجة يخبط في ويفا. ويفضل القانون ساري. اهم ما يميز هذا الامر. ان يظل القانون ساريا. بالضبط. هذا هو الامر. اللي يحصل يحصل. ولكن سيتم تدبيق القانون. والعدالة المالية. وعدالة المال النظيف. علشان يكون هناك عدالة لكل الفرق. انها تستطيع ان تتنافس على ما هو قادر. تكمالا برشلونة لما خرج من دور اقتال اوروبا. افقد نفسه 30 مليون يورو. بمجرد عدم تأهله للدور الثاني. بخروجه من الدور الاول. فقط 30 مليون يورو. ربطة الليجة بمنتهى الود. في البداية. بعثت لبرشلونة. قالوا انت يبقى عندكم مشاكل. في اللعيبة الفلانية. واحد واثنين وتلاتة. في تأييدهم الصف الجاي. احنا بنقول ده من دلوقتي. عشان في قاعدة اسمع واحد لواحد. قاعدة واحد لواحد دي يا كابتن. عشان بس تشوف الفكرة الفعلة اللي بتنهت بكورة القدم. قاعدة واحد لواحد بتقولك. طول ما انت بتجيب موارد. هتعرف تشتري. هتعرف قديك فلوس. ما بتجيبش موارد. مش هتشتري. مش هتديك تشتري. فانت طول ما انت مطبق قاعدة اسمع التعادلية. قاعدة الواحد لواحد. هتعرف تشتري. انت دلوقتي حارتك بيعت كله الاصول. يعني برشلونة عشان يجيب المركاتو. اللي فات يجيب كوندي ويجيب لي فندوفيسكي ويجيب ويقايد ديمبل من جديد. ويعمل كده. طر يبيع اصول كتيرة جدا. طر يبيع 49.5% مثلا. من حقوق الاعلامية كلها. منها الاستوديوهات برشلونة. اللي هي اعظم تقريبا استوديوهات في كل الانديوية اوروبا. فبعت 49.5% من حقوق الاستوديوهات. باع نسب كبيرة جدا من المتاجر. باع نسب كتيرة جدا من اصول التشيرتات. باع نسب كتيرة من شركات كانت بتنتج منها شركة ماليكة بيكي. اسمها كوزموس. يعني ادبر كل الامور بحيث يعمل ده. لهدف واحد ان يوصل الدور الثاني دورة عبطال اوروبا. فلما ما وصلش الدور الثاني دورة عبطال اوروبا. قالوا له انت مش هتقايد. انت عندك مشكلة كبيرة. انت قدامك اتنين مركاتو. لازم تبيع يا بيدري. يا انسوفاتي. كل ده وده تاني اكبر قوة تسوقها في الليجا. اللي هو برشلونة بعد ريال مدريد ده تاني اكبر قوة. فالليجا بتقول ده بمنتهى الاريحية. رغم ان ده ممكن يفقدها حقوق بس شكلها ايه كابتن. حقوق بس بتاع برشلونة دي حقوق بس لا يستهام بيها. يعني عدد مقاعد ومتذاكر موسمية لا يستهام بيها. بيخش جزء منها طبعا الجزء الاكبر لبرشلونة. والجزء التاني ربطة الليجا. غير حقوق المباريات اللي بتوبس كل دي حاجات بتقولك انه القانون. يجب ان يظل ساريا على كل الاندياج كبيرة. هي دي النقطة. هي دي النقطة. النادي كبير مش نادي كبير. القانون ساري. مسألة دي الليجا مثلا كل اللي احنا بنحكي في ده. والليجا تقريبا اقل الدوريات عدالة في اوروبا. من الدوريات الخامسة الكبرى. يعني انجلترا بقى بيطبقوا العدل من منظور مختلف. انجلترا بيخلي النادي الصاعد من الدرجة التانية. ياخد اكتر بعشرين ضعف من منبطل الدوري. ليه علشان يقعد ويبقى لي حزوز في المنافسة زيه زي الاولاني ده. الماتش بتاع الشامبيونشيب المؤهل. اللي اربع مشرد. اغلى من كاس العالم. اغلى من نهاية كاس العالم. الدورة المؤهلة اللي اربع فرائل. اغلى مغرفت في التاريخ. بياخدوا فيها فلوس اكتر من كاس العالم. وهو بس اكتر من كاس العالم. فكل اللي احنا حكنا على الليجا ده. وبينتقد دايما في ملف العدالة. اللي يجا دوري بينتقد في ملف العدالة. يقول ان انتو مش عادلين. انتو عايزين شوية حاجات تانية على جنته. من لو جنة ايه. لا مش هيعرفوا حاجة. مش هيعرفوا حاجة. ولما اسلام الشاطر يتكلم في النقطة دي. تبقى يا عم ده. انت عملته وخليته وسويت. ويطلع لك واحد يقولك مش عارف ايه. والتاني يقولك ايه. والتالت يقولك ايه. لكن في النهاية. نتمنى ان يكون هناك تطبيق للقانون. سواء اللعب المالي النظيف. او حتى في الملعب. بكرة او خلال الايام القادمة. ويتم تطبيق العدالة على كل الفرق. عندنا 18 فريق للمرة المليون. احنا عايزين 18 فريق. يتساو في تطبيق العدالة من الناحية التحكمية. الحكام عليهم دور كبير جدا جدا جدا. مهما كانت الامو مرة تانية. احنا ممكن ننتقد اداء. ولكن احنا لا ننتقد اشخاص. ولكن ممكن جدا جدا. انا واحد من الناس اللي بحب محمود البنة. كابتن محمود البنة جدا. ولكن لو بكرة وحش هعمل ايه. هقول ان هو. بس هو مع كابتن محمود البنة بالذات. انت بتضمن ان المسائل بصراحة ماش يافير. حتى لو الخطأ بيبقى خطأ. فاحنا ننتقد الخطأ. نقول له يا كابتن محمود البنة. لا على فكرة. ولكن في حكام. يعني مش بدون ذكر ازماء. في حكام انت بتحس ان القرار محمل بالتحيز. هي دي النقطة. دي المشكلة. ان في بعض الحكام. وللأسف احنا مش عارفين نعالج المشكلة من جزرها. يعني احترام الحكم اعلاميا. وفي الملعب هو الاساس. علشان هو على الاقل ما يصدرش رد فيه. الحكم لو جوا تحيز. المفروض ان هو بيتعلم انه يدري. وده متفق عليه. انا كاعلامي وكناقد. وحضرتك كابتن كبير وكموزيع. بنتعلم ان احنا طول ما احنا بنتكلم مهنيا. الحكم كذلك. الحكم كذلك لازم يحترم الاحترام الكافي من كل اطراف المنظومة. علشان يقدر يفصل الفصل ده. ولكن انت بتطلع يعني. واحد بيقوم متطاول. تطاول شديد جدا على التحكيم. سواء في الملعب او برا الملعب. التطاول الشديد دوات بيفقد الحكم حيات كثيرة جدا. انما لو القصة على قد الانتقاب بتاع الكورة. ما اعتقدش الحكم هيعز بقلة. يعني. بالزبط يعني انتقد وقول قراره. ولو الحكم كل الاستوديوهات في الدنيا. بتفرد بالزبط. بتفرد مجال القرارات. ولكن ان يصل الموضوع الى حد التطاول. وما يصدرش ردود فعل تجاه المتطاولين للحكام. انت منتظر ام الحكم. لازم الحكم يعني. بشكل ما هيبدي انتماء. نرجع لك. نتمنى ان تنتهي كل هذه الامور. وان العدالة تكون متواجدة دائما في كل مباراة الدوري العام المصر. ان شاء الله بكرة مباراة النادي الاهلي مع نادي امبي في تمام الساعة الخامسة. وكالعادة استوديو قناة النادي الاهلي بيكون مع حضراتكم في تمام الساعة الثالثة قبل المباراة بساعتين. وبننقل حضراتكم كل كواليس ما يحدث قبل بداية المباراة وان شاء الله بعد نهاية المباراة. انا بشكرك جدا يا سيد محصل على توجودك معنا. ولو روحت بقى رونالدو تاني سلم لنا علينا. وعلينا حمد تمثال. وعلينا حمد تمثال ايه؟ تلت اربعة تمثيل. مش تمثال واحد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كانت هذه حلقة نهاية الاسبوع. ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الحد القادم. وحلقة جديدة من البيت الكبير. اشتركوا في القناة